موسيقى السلام عليكم يطالب عدد من الفاعلين المهنيين داخل القطاع الصحي بإعادة ترتيب أولويات المنظومة الصحية في المغرب تتركز الدعوة على استلهام تجارب دولية في مجال الصحة المجتمعية من أبرز الدعين إلى تقنين مصارات العلاج الأطباء العامون المشتغلون داخل القطاع الخاص وأساسا المنتظمون منهم داخل النقابة الوطنية للطب العام فما حقيقة ما يدعو إليه هؤلاء كيف تنظر النقابة الوطنية للطب العام إلى الواقع الصحي بالمغرب ما حجم المسؤوليات المنوطة بهؤلاء الأطباء وما طبيعة الشراكة المفترضة بين أطباء القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع العام أسئلة وغيرها أطرحها على ضيف هذه الحلقة الجديدة من فقرة دون تردد يسعدني أن أستضيف معي هنا في بلاتو دون تردد الدكتور الطيب حمضي مسؤول السياسة الصحية بالنقابة الوطنية للطب العام الدكتور الطيب حمضي مسؤول السياسة الصحية بالنقابة الوطنية للطب العام مرحبا بك في فقرة دون تردد لعلنا نبدأ بسؤال عام عن واقع الصحة في المغرب عن السياسة الصحية في المغرب أنتم في النقابة الوطنية للطب العام وأنتم محسوبون على القطاع الخاص كيف تنظرون إلى السياسة الصحية اليوم في المغرب إلى الواقع الصحي وما يعتمل فيه في السنين الأخيرة؟ شكراً بالنسبة للمنظور دي النقابة الوطنية للطب العام في المغرب في القطاع الخاص المنظومة الصحية في المغرب كان أشياء اللي هي تقليدية اللي كنلاحظوها على النظام الصحي للسيستيم دوسونتي في المغرب النظام الصحي في المغرب مشاكل اللي كيعرفها المشاكل دي الموازنة المشاكل دي العنصر البشري اللي كيخصو يكون أكثر ولكن كذلك يكون تدبير دي العنصر البشري كان هدر على القطاع العام والقطاع الخاص كذلك توزيع ديالو غير متساوي في المغرب خاص خريطة صحية في المغرب هذه المنظومة الصحية هذه الأشياء اللي كن نوجهها المنظومة الصحية اليوم كيمقاربة أخرى اللي كنحاول ما أمكان مع الشركاء دينا سواء الحكوميين أو النقابيين أو الدوليين إعادة النظر في المنظومة الصحية المغرب بحيث ما توقعش مركز المنظومة الصحية المغربية على المستشفى وما توقعش مركزة على المضاعفات ما توقعش مركزة على النهاية المطاف ديال العلاج بل تكون مركزة على العلاجات الأساسية والأولية أي الوقاية كيفما كيتقال الوقاية خير من العلاج هذه مقولة اللي صالحة حتى بالنسبة للنظام الصحي في العالم وهذا الأشياء هي اللي عملت بها الدول في المختلف دول العالم سواء في أوروبا سواء في كندا سواء المتحدة الأمريكية كيف يمكن التركيز على الوقاية قبل العلاج عملياً؟ عملياً بالنسبة للسياسة الصحية في السيستام دوسانتي إذا بقينا دائماً كنستطمروا وكنصرفوا الأموال على المضاعف نعطيك مثال مثلاً السرطان ديالتادي إذا بقينا كنتنتظروا السرطان ديالتادي يجينا حتى المراحل الأخيرة لا يوجد تشخيص مبكير لا يوجد علاج مبكير إذا بقينا كنتنتظروا إلى المراحل الأخيرة تمان دياله لكي نعالجوا حالة وحدة ديال السرطان ديالتادي كان يمكننا بهذه الميزانيات نديروا الوقاية ديال آلاف ديال الحالات من النساء لا يوصلوا إلى هذه الحالة هذه سنقضناهم ونقضنا الحياة ديالهم وفي نفس الوقت وفرنا إمكانيات مالية فإذا باش يمكننا نرقزوا على الوقاية مسألة بسيطة وهي في النظام الصحي المغربي كي تحتل أولوية العلاجة الأولية والتي هي المدخل الأساسي دياله للمدخل الأساسي دياله هو الطبيب العام سواء في القطاع الخاصة قد تتفقون معي دكتور حمدي أن هذا مرتبط أساسا بتوفير البنيات التحتية والهياكل لكي قبل ذلك الإرادة السياسية لاعتمال هذا الأمر لكن لنعود شيئا إلى الوراء أنتم في القطاع الخاص الأطباء العامون في القطاع الخاص ما هو الضور الذي يمكن أن تساهم به في تصحيح هذه الاختلالات إن اعتبرنا ما يعتمل فيه عدد من الاختلالات هناك عدد من الاختلالات وكنا في القطاع للأطباء العام ديال القطاع الخاص وحتى ديال العمومي دائما كان طالبوا بالإعطاء الأولوية والمركزية للطبيب العام اليوم هذا ما مقاش مطلب ديالنا ما بقاش مطلب ديال الطبيب العام هذا اليوم واللات مطلب ديال الحكومات هذا مطلب ديال الشركاء ديال الكيس ديال لاتيرانس ديال سينساس ديال الكنوبس كل هادو الناس اللي كيخلصوا اللي كيأديوا التامان دولة والليزاسور اللي كيأديوا التامان ديال والمواطن طبعا لأنه في المغرب التغطية الصحية ما كتشملش كلش ما زال المواطن المغربي كيصرف كتير من جيب دياله على صحته إذا هادو كلهم اليوم واللو كيطلبوا باش الميزانيات توجه بالأساس الأشياء الأساسية والمهمة من خلال الاعتماد ديال واحد المسار اللي هو المسار مقنن للعلاج بحيث ما يتبقاش واحد الفوضى في النظام الصحي ما يتبقاش المريض اليوم يدوز عن جميع تخصوصات وكيخسر احد العداد ديال الميزانية وما كيعرفش شنو عنده ما الذي تعنونه بتحديد بمصار العلاجات المقننة؟ أنتم سبقاً اشتغلتم في النقابة على هذا المشروع وقدمتموه إلى وزارة الصحة ونعرف بأن المستهلك أو المريض له الحق في اختيار الطبيب كيف تدافعون عن تقنين العلاج أو ما سميتموه بتقنين مصار العلاج؟ تقنين مصار العلاج لا يتعارض بالمطلق مع الحق دي المريض اختيار الطبيب المصار المقنن للعلاج هو أنه المريض كنقول له عندك الحق تختار واحد طبيب ديالك يكون طبيب العام ولا يكون طبيب اختصاصي واحد طبيب اللي كتكفه هو اللي النهار اللي غادي يكون عندك واحد المرض معين كتبشي لعنده هو اللي غادي يوجهك بحيث مثلا إنسان كيدروا عنده واحد حريق الصدر دياله ما غايم كله يمشي لهم عن طبيب ديال القلب بعد غدا عن طبيب ديال الجهاز التنفسي حتى في الآخر الماطعة في طاح في المرض دياله خاصة يمشي عن طبيب دياله هو اللي غادي يوجهه دونك كنعطي المريض هاد الفورسة هذي يختار طبيب دياله ونعطيك المئة تماتلا فرنسا من اللي تعطات الفورسة للمرضى باش يختاروا طبيب ديالهم تسعود وتسعين في مئة الفرنسيين اختاروا طبيب العام كطبيب العائلة ديالهم إذن الحرية المريض مكفولة فقط أنه المريض منك يدخل العلاج المنظومة العلاج مخصوش يتوضر في المنظومة خاصو يمشي عند واحد الطريق باين اللي كيبيينه للطبيب العام هو اللي كيوجهه سواء عن طبيب اختصاصي أو كيوجهه للمستشفاء أو كيوجهه للمركز الاستشفائي الجامعي إذن في هذه الحالة هذه المريض لا يضيعش الوقت ما يتعطلش تشخيص دياله ما يتعطلش علاج دياله وكي نوفر إمكانية لا الدولة ولا اللاسيرونس ولا المواطحة ويحفظها للميزانية دياله الفاعلين دخل القطاع الطب العام في المنصوبين أو المحسوبين على القطاع الخاص في نفس الوقت يوجهون عدد من الانتقادات إلى ممارسات سميتموها بممارسات غير القانونية في إشارة إلى اشتغال أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص ما هي الإشكالات التي يطرحها هذا الملف نحن في النقابة وعلى حتى من نسبة الفاعلين أخرين حتى من نسبة القطاعات الحكومية لوزارة الصحة لاحظنا واحد الممارسة اللي كنسميها الممارسة الطبية غير قانونية وأنه الأطباء ديال القطاع العام كيمارسوا في القطاع الخاص بطريقة غير قانونية كينا جد فئات كينا الأساتيدة الجامعيين وكينا الأطباء ديال المستشفيات بالنسبة للأساتيدة الجامعيين كانت واحد طريقة اللي كي يشتغلوا عليها اللي الآن ما بقاتش سير المفعول احنا كنقول الوزارة أو كنقول سواء وزارة تعليم العالي أو وزارة الصحة أو الهيئة الوطنية للأطباء خاص نجلسوا ونشوف واحد طريقة من طرق من أجل تقنين هذه الممارسة لأنها مفيدة للطبيب الجامعي والأسل الجامعي ولا بالنسبة للطبيب في القطاع الخاص ولا بالنسبة للمريض ما كنحتاج إيش إنها مخص تكون في إطار قانوني ديالها بالنسبة للممارسات ديال الأطباء اللي كي تخلوا على المستشفى ديالهم وكي يمشوا القطاع الخاص طريقة غير قانونية أولا كي يشتغلوا في طريقة يعني كنقولوا كي يشتغلوا في النوار وهذه أشياء ماشي ما مقبولاش في الميدان بحل صحة وثانيا كي يخلي الطبيب كي يخلي المرضى ديالهم في المستشفى أو لا كيحولهم من المستشفى للقطاع الخاص وهذه أشياء غير مقبولة وهذه الأشياء هذه مسألة يعني نص عليها القانون فقط خص المستشفى للطباق أليست هناك حاجة إلى الاستفادة من خبرات هؤلاء الأساسد الجامعيين في المساحات الخاصة وربما أن تلك الخبرة مفقودة في القطاع الخاص وبالتالي قد نخسر تلك الطاقات إذا ما قلنا بأنهم ليس لهم الحق في أن يشتغلوا داخل القطاع الخاص بالعكس بالعكس نحن محتاجين نحن بعدها في النقابة الوطنية للطب العام كنقولوا بالنسبة للأستفادة الجامعيين المشاركة يعني الممارسة ديالهم في القطاع الخاص مفيدة ومطلوبة نحن نغي فقط الإطار القانوني ديالها أما هي مفيدة ومفيدة مفيدة حتى بالنسبة لتكوين الطبيب المستمر مثلا هذا الطبيب أستاذ جامعي يقرر طلباء بشي أطباء أو يقرر أطباء بشي أختصاصياً يكونهم خصوه هو بنفسه يخرج المسحات والعيادات حتى هو يستقبل الحالة العادية اللي ما كيشوفهاش في المستشفى الجامعي إذا بنسبة لنا الممارسة دياله في القطاع الخاص بشكل مقنن واحد جوج دياله في الأسبوع منظم وبقانونية بالعكس نحن ننسبة لنا مفيدة للتكوين الأطباء مفيدة لبنسبة لأستاذ الجامعيين مفيدة لبنسبة لأطباء إحنا كانت تعاونوا معهم ومفيدة حتى بنسبة لمرضة ديالنا بالعكس نحن بغينا هذه الخبرة نستفدو منها فقط بشكل مقنن أنا أتحدث على الشكل الغير قانوني هو ديالأطباء في المستشفى الجامعية لنعود إلى طبيب الطب العام داخل القطاع الحر أو القطاع الخاص ماذا عن سؤال الجودة داخل هذا القطاع كثيرا ما قد نجد بعض الأطباء يفتقدون إلى أبسط التجهيزات إلى التكوين المستمر ما حال التكوين المستمر في صفوف الأطباء العامون داخل القطاع الخاص هذا موضوع أساسي وإشكالية حقيقية لماذا؟ لأننا إحنا من يتقدمنا بالمقترح سنوات هذه المصاري للعلاجة المقننة من المركزية للطب العام في النظام الصحي المغربي قلنا يجب إعادة تأهيل طب العام في المغرب لكي يمكنوا يواكب هذا التطور لا يمكننا أن نعتبره الطب العام في المغرب هو المدخل للنظام الصحي المغربي وما نواكبه بالتكوين المستمر الأطباء تكوين الأطباء كلهم الأطباء ولكن كذلك إلى تحويل الطب العام في المغرب إلى تخصص قائم بذاته يجب أن يكون تخصص قائم بذاته تدرس في الكليات بحاله بحال جميع التخصصات الثانية لماذا؟ لأننا كان طالبه لكي يكون هو الموجه دي المريض في المسارة المريض عندما يدخل النظام الصحي لا يعرف شون يدير هذا الطبيب العام هو اللي يعرفه يعرف لعائلة دياله يعرف تاريخ دياله هو اللي يرافقه هو اللي يوجهه إذن كيخص طب العام والطبيب العام في المغرب تعطاه الإمكانيات باش يمكنه يضمن التكوين المستمر للأطباء ويمكنه يتكوين داخل الجامعات وكذلك الجودة ديال الخدمات دياله اللي كيقدمها المواطنين نعم نازال في جعبتنا الكثير من الأسئلة لكن للأسف انتهى الوقت سنكتفي بهذا القدر على أمل أن نوسع النقاش في هذا الموضوع في حلقات مقبلة أطيب حمضي مسؤول السياسة الصحية بالنقابة الوطنية للطب العام التابعة للقطع الخاص أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في هذه الفقرة وعلى كل هذه التوضيحات كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن تتبعكم لهذه الفقرة الحوارية موعدنا يتجدد بكم في الحلقة المقبلة بحول الله إلى ذلكم الحين أسعد الله أوقاتكم بكل خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر